بسم الله الرحمن الرحيم سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات موضوع مداخلتي في الأنشطة التي يقوم بها المجلس العلمي المحلي لإقليم بولمان هو فضل القرآن الكريم أقول مستعينا بالله تبارك وتعالى إن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل المعجز بألفاظه ومعانيه بلسان عربي مبين أنزل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم حفظ في الصدور ونقل بالتواتر وهو آخر كتاب سماوي أنزل على آخر نبي وهو أساس رسالة التوحيد وحجة الرسول الدامغة وآيته الكبرى وهو المصدر القويم للتشريع ومنهل الحكمة والهداية وهو الرحمة المسدات للناس والنور المبين للأمة والمحجة البيضاء التي لا يزيغ عنها إلا هالك قال عنه ربنا عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وقال عليه الصلاة والسلام فضل كلام الله سبحانه وتعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالى على خلقه هو كتاب قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم وهو أحسن الحديث الذي تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم وتلين به قلوبهم وتحصل به الهداية قال تبارك وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد من هاد القرآن هو الأساس في دعوة الإسلام تأثر المشركون كثيرا بلغته إلا أن العناد والفجور والتكبر وعدم الاعتراف حال بينهم وبين الإيمان به هذا عن المشركين فما بالنا بالصحابة الكرام أصحاب القلوب اللينة التي تأثرت بالقرآن ولغته وقوته وأسلوبه وأوامره ونواهيه ونفذوها فقد كان لهم منهج حياة أسس للإسلام وغير حياتهم إلى الأفضل إن القرآن الكريم أيها الإخوة والأخوات كنز في الدنيا والآخرة من كان يريد الدنيا فعليه بالقرآن ومن كان يريد الآخرة فعليه بالقرآن ومن أرادهما معا فعليه بالقرآن أو كما قال عليه الصلاة والسلام كنز لأهل الإيمان فيمكن التعبد بتلاوته وكسب الحسنات الكثيرة وغفران الذنوب ومحو الخطايا والسيئات وهذا أمر من أمور الآخرة فما بالنا بالدنيا فالقرآن بركة في الحياة فمن أراد البركة في بيته فعليه بتلاوة القرآن الكريم ومن أراد ذكر الله عز وجل والتحصين من الشرور والسحر والحسد والآثام والخطايا والذنوب الدنيوية فعليه بالقرآن الكريم كما أن تطبيق آيات الله العظيمة في الدنيا هي منفعة دنيوية للفرض والمجتمع فالكثير من المجتمعات البشرية اليوم تحتاج إلى القرآن الكريم وما فيه من توجيهات وأوامر ونواهي ضرورية لحياة المجتمعات البشرية فكم من مجتمع غارق في فتن الدنيا ليس بخارج منها وكم من رضائل وخطايا يغرق فيها الإنسان اليوم لذلك فإن القرآن كتاب يصلح دنيانا وحاضرنا ومستقبلنا سواء في الدنيا أو في الآخرة القرآن الكريم وأيها الإخوة والأخوات شفيع لأصحابه تلاوة وتطبيقا والشفاعة تعني أن يكون الشيء حاميا لك يوم القيامة وقد جعلها الله عز وجل في عدة أمور ومنها تلاوة القرآن الكريم في الدنيا فقد قال الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلام عليه اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه وقال يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها وورد في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال إن البيت الذي يتلى فيه القرآن اتسع بأهله وكثر خيره وحضرته الملائكة وخرجت منه الشياطين وإن البيت الذي لا يتلى فيه كتاب الله عز وجل ضاق بأهله وقل خيره وخرجت منه الملائكة وحضرته الشياطين لذا كان لزاما علينا ونحن في شهر القرآن الكريم أن ننور قلوبنا وبيوتنا ومجتمعنا بنور تلاوة القرآن الكريم فنسأله عز وجل أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا سائقنا وقائدنا إلى جنته جنة النعم اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهنا اللهم اجعله حجة لنا لا حجة علينا واجعله شفيعا لنا يوم القيامة يا رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا